وكما قلت اللحن معرة على صاحبه وإن كنا لا نشعر الآن بهذه المعرة لكن قديما كان اللحن معرة يعني النظر بن شميل أحد أئمة اللغة والحديث وهو من الأئمة الثقات الكبار خرج من بغداد إلى مر بسبب الفقر فلما خرج من بغداد شيعه ثلاثمائة محدث ونحوي وعروضي عروضي رجل ممن يقول الشعر يعني ويقرضه وينقضه فقال يا أهل بغداد لو وجدت بينكم مد باقلة ما خرجت لو وجدت كيلو فول في اليوم ما خرجت ثم خرج إلى مر وكان المأمون آنذاك في مر فلما خرج وذهب إلى مر كانت مر أنزاء زاخرة بالعلماء فالمأمون قال لحاشيته اطلبوا لي رجلا أنادمه فكان النظر بن شميل طبعا يعني من الشهرة بالمكان فجابوا النظر وادخلوه على المأمون فكانت النظر هدوم مقطعه فطبعا أول ما المأمون شاهده قال ما لك يا نظر أتدخل بهذه الخلقان على أمير المؤمنين يعني داخل على أمير المؤمن بهدوم مقطعه فقال يا أمير المؤمنين إن حر مروى شديد ودي يعني فتحة تهوية أو كده قال لا لكنك رجل زاهد ثم جرى ذكر النساء فالمأمون حكى بإسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا تزوج الرجل المرأة لدينها كان سدادا من عوز طبعا المأمون غلط لحن هنا فقال النظر صدق أمير المؤمنين حدثنا فلان عن فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تزوج الرجل المرأة لدينها كان له سدادا من عوز المأمون قالها إيه سدادا بفتح السين النظر قالها سدادا بكسر السين طبعا دي ما تعديش على المأمون أول ما النظر قال سدادا كان المأمون متكئا فجلس فقال أو تلحنني يا نظر يعني بتغلطني في اللغة يعني في المطق قال لا ولكن أمير المؤمنين تلقى هذا الحديث عن هشيم وكان هشيم رجلا لحانا هشيم بن بشير اللي هو حدث المأمون بهذا الحديث فقال المأمون وما الفرق بينهما قال السداد هي الطريقة هي الطريقة وأي سبيل يسلكه المرء يبقى مسدد بخلاف السداد السداد هي البلغة التي يتبلغها المرء قال يا نظر أو تعرف العرب ذلك قال نعم قال العرجي أضاعوني وأي فتى أضاع ليوم كريهة وسداد ثغري فقال المأمون قبح الله من لا أدب له إلى آخر الحكاية